حقا فهؤلاء أخلصوا لله سبحانه وتعالى فلما أخلصوا العمل والأعمال لله أخلص الله لهم سبحانه وتعالى ووفقهم الله سبحانه وتعالى وحقق لهم الآمان ولذلك سيدنا إبراهيم بن الأدهم يقول عن الإخلاص هو تصفية النية تصفية النية مع الله أن يصف الإنسان نيته مع الله الإنسان لما صف نيته لله ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه ربنا سبحانه وتعالى يرزقه اخلاص ساعة نجاة الابد الانسان ان يخلص ساعة بس واحد اخلاص ساعة نجاة الابد فلابد الانسان ان يخلص لابد الانسان ان يخلص سيدنا سال بن عبدالله التستري رضي الله تعالى عنه وارضي يقول عن الاخلاص ان يخلص الانسان وان يكون الانسان حركاته وسكناته في السر والعلانية الحركات والسكنات في السر والعلانية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى لا يمازحه شيء لا هوى ولا دنيا ولا نفس لا تاني يا مولانا الكلام اللي يكتب بماء العون ده كلام الجميل ده يعني يا مولانا يعني أصف نيت لله إزاي الأعمال والحركات خلي بالك وبقى الحركات حركاته وسكناته في السر والعلانية خالصة لوجه الله لا يمازحه أحد لا يمازحه شيء بفيش حاجة يعني بتخش معاه أنا بأعمل بنفك لله بنفك لله بتصدق على فلان يبقى لله مش عشان بأي جاي حزم يقول لي ده فلان ده وك كويس أو فلان ده وك مش عارف ايه أو من أهل الخير والله جزاه الله لا في ناس كده تعمل حاجة في خوف يقول لك دي منين يقول لك من الله مالوش دعو ده يا ربنا اللي بعيته بينكر الذات دائما وابد بيصف النية مع الله سبحانه وتعالى رخلت ربنا فتح عليه سيما تلاقي واحد ناجح في دنيا وتجد تسألوا لك تقولوا انت ايه يعني السبيل اللي وصلت للنجاح ده يقول لك ربنا سبحانه وتعالى مش يقول لك ده أنا اكتهدت وانا عملت وانا ذكرت وانا كتبت وانا 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 طب انت كل ده طب ربنا فيه ماشي انت عملت واكتهدت واشتغلت على نفسك فين توفيق الحق سبحانه وتعالى لو لهذا التوفيق الالهي ما كنت وما نجحت وما سرت وما اكلت وما شربت وما نمت وما سعيت كل هذا توفيق الحق سبحانه وتعالى لك انما لما تنكر الذات مع الله سبحانه وتعالى ده ربنا هو العمل ده ربنا اللي جايب تلاقي ربنا عم يرفع فيك يرفع فيك حتى لو زمالك يعني بيحكده عليك حتى لو زمالك يعني بيوشه بيك لا تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يبعد كده يقولك إن الله يدافعه عن الذين آمنوا تلاقي ربنا بعيدت لك كده مدد من عنده مدد من عنده شوف يقول أحد الصالحين لو أخلص العبد لله تبارك وتعالى وصف النية لله وأصلح ما بينه وبين الله الله سبحانه وتعالى يصلح ما بينه وبين العباد من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله سبحانه وتعالى لهم ما بينه وبين العباد بل وجعل العباد في خدمته هكذا العباد كلها تأتي في خدمته تأتي في خدمته تلاقي بعض الناس لك سبحان الله لمسك حاجة ولمحتاجة وإنما هو على باب الله كده من أهل الله كون لنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى المال مال الله سبحانه وتعالى والعظم لله سبحانه وتعالى والجهل لله سبحانه وتعالى والخير بيد لله سبحانه وتعالى لكن تلاقي سبحان الله إن لله عبادا تقضى حوائجهم قبل أن ترفع إلى السماء حواجبهم تاني يا مولان إن لله عبادا تقضى حوائجهم قبل أن ترفع إلى السماء حواجبهم قبل ما يرفع بس عينه كده تلايه ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه تلايه ربنا سبحانه وتعالى يعني وفقه تلايه ربنا سبحانه وتعالى بعيت له من يعني يكون في خدمته ليلة نهار وما تلايه ما يعرفش بس بصف نيته لله ولذلك سيدنا الإمام أحمد بن حمد رضي الله تعالى عنه يوصي ابنه عبد الله فيقول له يا عبد الله أخلص النوايا لله شف أخلص النية لله سبحانه وتعالى ودائما كن على خير فإنك لا تزال بخير ما دمت تخلص النية لله سبحانه وتعالى تاني يا مولان أخلص النوايا لله أو النية لله فإنك لا تزال بخير ما دمت تخلص النية لله مازدت بخير طالما أنك بتخلص النية لله ربنا سبحانه وتعالى بعينك شف ربنا سبحانه وتعالى يمدك بمتد من عنده ربنا سبحانه وتعالى دائما وأبدا كما قال في القرآن الكريم يجعل بينك وبينه ود ومحبة والود بينك وبين ربنا ده مش أمر سهل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلوا لهم الرحمن ود ود شف ود سيجعلوا في الماضي والمضارع والمستقبل ود فربنا سبحانه وتعالى يكرمك أبو حازم الإمام العابد الورع التقي الزقي النقي يقول لا يحسن العبد العمل لله سبحانه وتعالى في دينه إلا أحسن الله سبحانه وتعالى ما بينه وبين العباد دائما وأبدا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعث سيدنا معاز بن جبل اليمن قال له يا معاز أخلص في دينك يا فيك العمل القليل أخلص بس في دين ترجمة نانسي قنقر